قبل ما يجي هذا الشيء للعربي وقبل ما تندلع هذه الأزمات هذه كنا نسعي وإنجل باش تكون قاناة فضائية وفيها محاولات ولكن للأسف شديد الأموال ما كان لكن الآن نرى إن شاء الله عن طريق الأنترنت نقدر فقط لو كان لديوا ناس اللي هم مؤمنين بهذا المشروع الناس تبني في الجوامع وتبني في الوسمو لكنه كان ناس فقط تتساهم يسيد يعطيونا عطيونا نديرو مقر برك مقر للقناة هذا مكان عطيونا نديرو مقر للقناة بدل من تبني في الجوامع عطيونا هاي كاش واحد من أرباب المال يتبرعنا بمقر نديرو فيها قاناة برك تكون الانتاع المصالحة وإن شاء الله هي خرج منها خير كبير لكن لدينا صحفيين محترفين وتكون فيه نشارات أخبار وتكون فيه ضرامج مختلفة وتكون صحفيين فيها شباب من من رجال والنساء ومن الدعاة وإن شاء الله شيئا فشيئا وتساهم في حل حلة هذه الأوضاع وفي حل هذه النزاعات اللي رهها قائمة من خلال الحوار ممكن حتى قاناة اللي هي رهها غلق قنوات اللي تشعل في النيران قاناة المصالحة عجل بشيئة تحل هذه المشاكل كأنه غدو أنت تقدر تدير أنت مصالحة في ليبيا تقرج أنت شعب الليبي من هذا المأزق اللي راه فيه وفي سوريا وفي سودان وفي كذا كلها من خلال النقاش ومن خلال الحوار ومن خلال برامج ومن خلال الثقافة ومن خلال يكونوا فيه دعاة ربانيين يتكلموا في الدين دون غلو ودون تسييس للقضايا تكلموا من أجل إرضاء ربي وتكونوا ناس منورين ناس يتكلموا بليسان صادق وتشوف تشوف الخير اللي خرجوا ربي بالإضافة إلى ذلك أعمال تقدر تكون فيه النشاطات قال مثلا نقاءات إذا كان ناس ما يقدروا يقلبوا مثلا في سودان يتلاقي ولكن في بريطانيا يقدروا يتلاقي في فرنسا يقدروا يتلاقي في أمريكا يقدروا يتلاقي يجبونا السودانيين ويديروا نقاشات ولقاءات ومن بعد هذه اللقاءات وهذه النقاشات رايحة يتعود بالمنفع على الشعوب قال غدوة مغاربة وجزائريين البرا في الخارج وتكون فيه هذه النشاطات وهذه اللقاءات هكذا متبادلة زيارات متبادلة كأن النشاطات مختلفة يقدروا يقوموا بها تعود ترجع بالمنفع على الشعوب في النصر هم ديرين قنوات فضائية ديرينها مثل ذكانات العسكرية شفت قناة الجزيرة وحدها برك وش دارت في هذا كذا ما يسمى بالربيع العربي فين جترها قناة كان قنوات اللي رأي هي تشعل في النيران قنوات هي فيما بعد تنشر في المحبة وتنشر في الأخوة وتنشر عندنا كتاب عندنا شعراء عندنا مثقفين عندنا دعاة عندنا باحثين عندنا علماء والله العظيم تصنع العجب كان برامج والله العظيم لو كان لقينا الناس فقط ليمونوا هذا المشروع والله العظيم تخرج العجب بالقناة المصالحة العجب العجب تخرجوا للأسف شديد هو أن الناس قاتلها الحسد قامت يشوفوك أنت أدرت حاجة هكذا والله اللي بينهم بها باللي رأيها مشروع وعلي بينهم بها باللي فكرة رائدة وهذه لكن هكذا كالحسد يقتل فيهم يروحوا يدعموا في الرداء ويدعموا في الميوع ويدعموا في من يلاقي بين الأخوة شكوني اللي يلاقي بينتهم ترجمة نانسي قنقر